مخاوف الحرب الأهلية في سوريا جمعت الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي على كلمة سواء تحدث الزعيمان خلال لقاء دام ساعتين على هامش اجتماعات دول مجموعة العشرين على ضرورة وقف العنف في سوريا وإيجاد عملية سياسية تجنب البلاد حربا أهلية تبحثنا حول المسألة السورية واتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية تحول دون انزلاق البلاد إلى حرب أهلية كما تحدثنا عن أعمال القتل الوحشية التي رأيناها خلال الأسابيع الماضية وتعهدنا بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بما في ذلك الأمم المتحدة والمبعوث الدولي كوفي عنان لإيجاد حل لهذه الأزمة وبالرغم من الأرضية المشتركة التي تحدث عنها أوباما وبالرغم من أن الزعيمين تجنب النظر إلى بعضهم البعض بشكل مباشر تحدث الرئيس الروسي عن تقارب في وجهات النظر حيال الأزمة في سوريا من دون أن يوضح نقاط التوافق أو كيفية تجاوز الخلافات الاستراتيجية بينهما لإنهاء العنف في سوريا تحدثنا عن الشؤون الدولية بما في ذلك الشأن السوري أعتقد أننا وجدنا أرضية مشتركة لكل هذه القضايا الأمين العام لجامعة الدول العربية دعا إلى ضرورة إرسال قوة دولية لحفظ السلام في سوريا لفرض وقف إطلاق النار واعتبر أن مهمة المراقبين الدوليين غير مجدية لكنه علق آمالا كبيرة على لقاء أوباما وبوتين عندما يكون هناك طرفان متقاتلان لا يمكن لك الاكتفاء بمشاهدة ذلك بل إن الأمر يحتاج إلى من يستطيع فرض وقف إطلاق النار وليس القتال ما يحدث في سوريا هو شأن داخلي غير أن الحل يتطلب دعما خارجيا بحيث يكفل للشعب السوري تحقيق مطالبه وأظن أن أهم حدث بالنسبة لسوريا حاليا هو اللقاء الأمريكي الروسي في المكسيك وبينما يتطلع المجتمع الدولي والسوريون على وجه الخصوص الإلقار بوجهات النظر بين روسيا المتحالفة مع النظام السوري والولايات المتحدة يتجه وفد من الجامعة العربية إلى موسكو لإجراء مشاورات حول الأزمة السورية في إطار اجتماعات المنتدى العربي الروسي وبالرغم من كل المساعي والإدانات الدولية والتهديد بمتابعة المسؤولين عن ارتكاب المجازر في سوريا يبقى الموقف الروسي من الأزمة عقبة أمام أي خطوة جدية لوقف العنف في سوريا عبد القادر بلحاج بي بي سي